والنهاردة معايا نجم في سماء النيل أستاذ القدير بسام الدين فرحات تخيل قاعد بحاور أسطورة زي أسطورة محمد الله عليه طريق سليم أسطورة محمد الله عليه كابتل محمود الجهري وأكيد أساطير كتير عدوا على البلنامج ده تحديد بلنامج ده بحكاية بعيدة عن السورية التحليلية وهي سحركة تكلمني عنه شوية نجم في سماء النيل ده عشان يعني كان في أساطير وأسماء تاريخية في تاريخ الرياضة المسيحية طبعا ده أحد البرامج بقى يعني كان عندنا نجم في سماء النيل ده أسبوعي زي محرك شفت كده ساعتين بنجيب الضيف يعني من جبت كابتن مصر كلهم تقريبا زي مين كده فنفتكر كده معايا احنا شوفنا لوحة الكابتن سليم والكابتن محمود الجهري مين تاني عدوا في البلنامج كتير يعني أنا جبت الكابتن شحتة طبعا وجبت علي أبو جريشة طبعا وجبت يعني كتير كابتن خطيب كابتن أبو زيد آآ آآ لا محمود الخطيب لا آآ عشان كان في الستوديو لأنه في الستوديو آآ وطاهر أبو زيد لا لأنه في الستوديو بعد كده بقى في الستوديو برا آآ السوديو التحليلي أنا محبش أتكرر ما أفتحش البداي ألاقي هنا فلان وهنا فلان وهنا فلان آآ ما كرروش عشان ما أحرهوش لا طبعا آآ لا طبعا ده إعلام يعني مش واعي إلا قالت تذكروا بعد ما خلصت اللقاء يعني إحنا لوحد الله هو بيشتغل كده ولي آآ راد عزيز علي أوي غالي علي أويش محمود الجواري كنت محمود الجواري آآ طبعا آآ محمود الجواري يقول ولوه الفاظ بتاعته آآ يعني وأبدعها يعني مثلا لما اتغلبنا من السعودية خمسة واحد أو اربعة واحد آآ كنا خارجين من كاس العالم يعني من كاس العالم تسعين آآ وبعد يروحنا نلعب كاس العالم للقارات آآ في المكسيك طبعا فاااا بسعود سعين اتغلبنا من السعودية خمسة خمسة آآ فبقت الناس مش مصدقة فاستضافته بعد بعدها بفترة بقى بعدها بفترة ففي الصهرة دي قلت له تكلمنا عن الهزيمة بتاعت المنتخب بتاعتك في كاس عام بقارات من السعودية آآ ايه دي جات ازاي وطبعا ده على فكرة مش تقليل من قيمة السعودية السعودية العرضة وطلع عمرهم يعني الناس متميزين كان منتخب محترم بس احنا كمان كنا في افضل مستويات حتى تحديدا في البطولة دي كان فريق باري ده حاجة عملنا مباراتين رقاعتين جدا أمام بوليبيا والمكسيكا على ما اتذكر ايوه فكده لعبنا السعودية وحصل اللي حصل واتغلبنا بس كان ليه جروفة وطردي اثنين وثلاثة يقولي ايه يعني اوتوبيس وقع من على الطريق مش بتحصل شوف الفكرة اوتوبيس وقع عمل حدثة مش بتحصل دي بتحصل يعني عاوجي يقولك اللي حصل ده حدثة ما هوش طبيعي اه مش طبيعي اه اللي هي السيسناءات صح اللي ممكن تحصل في اي وقت صح وتيجي بشكل ايه قاسي اه احيانا بيبقى لما بيبقى فيه ديوف فيه ديف بيبقى شخص لا يتحمل الأسئلة القوية يعني اه ويبقى يردون افعاله فيها ديء من الأسئلة وكيد حلقة تعرضت الكسير من هزي المواقع فيها وفيه ديوف تانية اللي حمدوا عليهم ايه الدف المريح ده اللي هو يسأله اي سؤال يجاوبني على طوله ما بيفكرش كتير مين الدف اللي انت لما كنت تسأله كان دايما هجومي اللي هو مش عايز يجاوب يا اما بيقول ليه السؤال دوت يا اما بيحاول يهرب من السؤال فمش هيجي لك اصلا انه بدان جاء خلاص تسلمت استجاب اذا فهو حابب ده ومقاهل نفسه انه يرد ويتكلم ويرد على كل سؤال وكل السفسار يعني عندك مثلا شوق غريب يبقى معاك يعني احلى لقاءات وانتروفيوهات كانت مع شوق غريب تعرف شوق غريب ده كان خطير طبعا طبعا كان يتحط شوق غريب التشكيل يتحط شوق غريب ويعملوا البيت بصرح اه كابتن عبد صرح الوحش طبعا كابتن شوق غريب اسم عظيم مين بعد الحوار قالك انا زعلت منك اه انت سألتني اسئلة اه هو جاوبك بس سألك انا زعلان لا يمكن الكابتن طاهر كابتن طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد لانه طول عمره كابتن طاهر ابو زيد متفرد له شخصية خاصة بيه صح اغبالك طبعا ودي يمكن خلته يعني له اميج خاص بيه وهو يعني الحقيقة طاهر ابو زيد ده كان يعني سيدة الوزير بقى معلش يعني حبيبنا جميع عزرا زيل منك ليه لا لا هو مش لسبب معين انما هو يحب اللي تبقى مريحه في الاسئلة اه متنديش اسئلة صعبة متنديش اسئلة صعبة مين اه مين في مرة كنت بتحبه جدا وانت بتعمل مع الحوار صديقك يعني وبتحبه جدا فقلت ايه مش هتقل عليه اوش مش هدوس عليه في الاسئلة اوش لا لا احنا بنحب نفسنا جدا ايوه وعاوزين شغلنا يجع بنحب نفسنا انت لازم تكون كموزيع حابب نفسك قبل ما تحب الاخرين صحيح ولما تحب نفسك بشكل سوي مش مرضي مش مرضي مرضي الو الانانية بقى وكره الاخرين لا لو انت كده هتبست لك ثلث جدا وفيش ايه مشكلة تحب شغلكو بس اه طبعا وهتبع حريص على انه يبقى طالح حلو وشيق للجمهور موسيقى